السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم حبيبي يارب تكونوا كلكم بخير وكويسين وفي رضا وفي عافية وفي صحة وفي سعادة وفي هنا باذن الله النهاردة هنعرف ازاي نعمل ونسوي روز المعمر وازاي نطلع الوش بتاعه حلوة اوي كده زي ما انتم شايفين جاني رسالة من بانوتا طبعا انا نزلت روز المعمر ده قبل كده بس جات لرسالة من بانوتا بتقولي انا مش بعرف اصبطوه هقولكو على تريكات كده بسيطة خفيفة كده هتطلع الرز المعمر معاك مصبوط مليون في المية وهنسويه كمان في فرن البتجاز مش هياخد منك يعني ربع ساعة يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونسمي سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معايا هنا اربع كبايات من الرز لو انت لسه بتعمل الرز الاول مرة يريد تعيري بكباية عشان كمان هنعير اللبن بالكباية انا هيخسر الرز ده كويس جدا طبعا الرز مدنائي ونضيفه زي الفل بنفس الكباية اللي انا عيرت بيها الرز هعير بيها اللبن معايا كده لبن مغلي يعني لسه مطلعه من على النار اربع كبايات ونص من اللبن المغلي هحط عليه نص معلقة كبيرة من الملح وكمان معلقة صغيرة من السكر يعني السكر ده يعني بيضيفه نكهة كده يعني هو يعني مش هيبن مسكر ولا حاجة طبعا انت بتكوني عاملة حسابك في القشطة القشطة دي اللي هي القشطة اللي انا بجمعها من على وش اللبن اللي احنا بنشربه طبعا احنا بنجيب اللبن فبنغليه ونحطه في التلاجة بيكون طبقة قشطة فانا باخدها الطبقة دي بعينها عندي في الفريزر وبستخدمها بقى ايه في الفطير او في الرز المعمر تمام كده بحط هنا نص يعني نص طبق كويس كده من القشطة الحلوة ما عندكش كمية قشطة كتيرة اه حط معلقتين قشطة كبار لكن لازم تحط بقى ايه اه معاياها اه معلقة كبيرة من السامنة البلدي او معلقة كبيرة من الزبدة الفلاحي الحلوة بتاعتنا خلاص هو كده المقادير بتاعتنا معنا مزبوط هاخد بقى كده هولع الفرن وهاخد هحط الرز ده تحت الشواية مباشرة تقريبا هياخد مني دقيقة واحدة بس يعني مش هيكتر عن دقيقة لحد ما يكون الطبقة الحلوة اللي فوق دي هيعمل تشميع بسيطة كده للطبقة اللي فوق بتاعت الرز وبعد كده هاخد الرز ده هطف الشواية وهاخد الرز احطه اه تحت خالص يعني ايه اه في اللي هو الرف التحتاني اللي هو فوق الشعل على طول طبعا اللبن سخن معايا يعني مش هياخد اه عشر دقايق وهتلاقي الرز اتشرب اللبن كله بالكامل طبعا درجة حرارة الفرن بتكون عالية انا ما بشغل الفرن بيكون على اعلى درجة حرارة عشان كمان يساعد اني اللبن يغلي والرز يتشرب اللبن كله على طول مسافة عشر دقايق الرز يتشرب اللبن هتاخد كده الصينية بتاعتك او الطاجن بتاعك يعني هتحطيه فوق على الشبكة كمل تسوية وبعدين هتهدي خالص النار بتاعت الفرن هتخليها معاكي شامعة حاجة كده بسيطة خالص وتقفيل الباب وتخلي الرز يتردد براح تويقعد معاكي كمان عشر دقايق ربق الساعة تلت ساعة طيب الوش الحلو الورنج الجميل ده بيجي منين بيجي من صهد الفرن صهد الفرن او درجة الحرارة العالية بتاعت الفرن هي اللي بتدي الوش الطاجن بتاعك اللون الجميل ده مش هتعمالي اي حاجة تاني خلاص كده وبعد كده هتطلعيه ويبقى جميل قوي اول ما يهدى كده ويبقى بارد شوية بتغطي عشان بخار الميا ما يتكونش يعمل الميا ينزل جواي عجنه اول ما يبرد تغطي بصوا بقى الرز بسم الله ما شاء الله جميل قوي طعمه حلو قوي مفلفل جدا بألف هنه وشفا حبايبي يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم اكتبوا لي رأيكم في التعليقات ولو اي سؤال اكتبهولي وانا ان شاء الله اجاوبلكم عليه في الختام بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياريت لا تنسونا بدعوة صالحة ودعو لأبي وامي بالرحمة والمغفرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي